قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم إعلامي جزائري بارز يفاجئ المغاربة رغم هزيمة منتخب بلاده بتلاتية لا يصدق الجماهير الجزائرية تفاجئ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة والمدارب الوطني ساعد شيبا بهذه الخطوة الكبيرة كأس إفرقية تحت 17 سنة قرار جديد من اللجنة المنظمة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار إعلامي جزائري بارز يفاجئ المغاربة رغم هزيمة منتخب بلاده بتلاتية هنأ جمال جبلي الإعلامي الجزائري داخل قنوات بإنسبورت القطرية لمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة على تأهله من قلب الجزائر على حساب منتخب بلادها في إطار دور ربع نهائي مسابقة كأس إفرقية للفتيان الجاري حاليا بالجزائر وكتب جبالي عبر حسابه الشخص بالإنستغرام رسالة تهنئة جاءت على النحو التالي ذكرية جميلة للمنتخب المغربي لأقل من 17 عاما تهانين الخائص بفوز مصحق وخيبة أمل بالطبع للمنتخب الجزائري تحت 17 سنة وتبع مراسل بإنسبورت القطرية بالعاصمة الإسبانية مدريد لكن بعيدا عن النتيجة الرياضية هذه الصورة الجميلة تعبر بصدق عن الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي وعرفق جبالي تدوينته بصورة جماعية تجمع فتيان الجزائر بالمغرب لا يصدق الجماهر الجزائرية تفاجئ لعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة والمدرب الوطني سعيد شيبا بهذه الخطوة الكبيرة تفاعلت الجماهر الجزائرية مع خسارة منتخب بلادها أمام المنتخب الوطني المغربي بنتيجة الثلاثة للسفر ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 19 من ماي وأشهد الأشقاء الجزائريون بالتكوين العالي والمستوى الكبير الذي أبانت عليها العناصر الوطنية بقيادة اللاعب السابق للفريق الوطني سعيد شيبا الذي عرف كيف يخفف الضغط على اللاعب في مقابلتنا لم تكن تقبل القسمة على إثنين على اعتبار أن الطريق الوحيد لضمان التأهل لنهائية كأس العالم المزمع تنظيمها نهاية السنة الجارية وفي سياق متصل انتقدت الجماهير الجزائرية عبر منصات التواصل الاجتماعي مدرب أشبال الجزائر رزق رمانة معتبرة إياه بعيدا كل البعد عن عالم التدريب بسبب غياب تجربته الكروية كلاعب بالمنتخبات الوطنية عكس مدرب أشبال الأطلس الذي رأى كما خبرة وتجربة كبيرة مع المنتخب المغربي قبل أن يلتحق كمدرب لهذه الفئة العمرية هذا وقرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من منصبها بمعاية طاقمه التقنية مباشرة بعد الإقصاء الموديل أمام المنتخب المغربي كأس إفريقيا تحت 17 سنة قرار جديد من اللجنة المنظمة أعلنت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة المقامة في الجزائر عن تغيير توقيت المباراة النهائية ووفقا لبيان صادر عن اللجنة فإن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة المقبلة الموافق لتاسع عشر من ماي الجارية في تمام الساعة العشر مساء بتوقيت الجزائر بدلا من الساعة الثامن مساء على ملعب نيلسون منديلا وكان المنتخب المغربي قد تأهل لنصف نهائي بعد فوزه بتلاتية عالي المنتخب الجزائري حيث سيلاقي منتخب مالي يوم الأحد القادم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة إسمان بارزان يقتربان من حسم انضمامهما إلى المنتخب المغربي يتطلع منتخب المغرب إلى الظهور بأداء مميز في المباراة التي تجمعه بنظره الجنب الأفريقي في يونيو القادم ضمن الجولة الخامسة من التصفية الأفريقي المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا المقرر تنظيمها في الساحل العج في يناير من عام 2024 ولهذا قرر وليد رقراكيا المدير الفني لمنتخب أصد الأطلس ضمن لعبين جدد إلى القائمة النهائية المستدعات لخوض المعسكر التدريبية المغلقة الذي يحتضنه مركز محمد السادس برباطة بداية من 12 يونيو المقبل من دون استبعاد أبرز الأسماء الأساسية التي تألقت في نهائية كأس العالم بقطر 2022 وعيدا خلال المباراة الإعداديتين أمام البرازيل والبيرو في الخامس والعشرين والثامن والعشرين من مهارس الماضية وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات تفيد بأن الاتحاد المغربي لكورة القدمة تحصل على موافقة مبدئية من اللاعبين إبراهيم دياز نجم ميلان الإيطالي وأمين عدلي مهاجم باير لفيركوزنا الألمانية من أجل ارتداء قميس منتخب بلدهم الأصلي في الاستحقاقات القادمة ورغم أن اللاعبين المذكورين لم يشرعوا بعد في تغيير جوازيهم الرياضيين بعدما سبق الإبراهيم دياز اللاعب للمنتخب الإسكماني في مرتداء من عدل قميس منتخب فرنسا تحت الواحد والعشرين السنة إلا أن المفاوضات معهما تصير في الاتجاه الصحيح من أجل قنعهما بالانضمام إلى منتخب المغرب في قارب العجل وكشف ذات المصدر أن انضمام تنائي دياز وعدلي إلى منتخب أصود الأطلس أصبح مسألة وقت فقط بعدما نجح المدرب وليد ريقراغي في تدبير ملفيهما في سيرية تامة وبات إبراهيم دياز وأمين عدلي الذين يحملان الجنسية المزدوجة مطلبا مهلحا بالنسبة إلى المدرب الرجراغي نظرا لمهارتهم العالية ومساهمتهم في انتصارات فريقهما ميلان الإيطالي وليفر كوزن الألمانية سواء في الدور المحلي أو دور أبطال أوروبا وبخصوص مستقبل الأخوين ماي مع منتخب المغرب كشف موقع العربي الجديد عن أن المدرب وليد ريقراغي ربما يكتفي بالصداء الشخيق الأصغر رايير ماي نظرا للمستوى المبهر الذي يقدم حاليا رفقة ناديه فرينك فاروش المجرية فيما تقلصت حضود أخي سامي في اللحق بمنتخب أصود الأطلس من جديد لتراجع مستواها علما أن كلاهما غاب عن نهائية كأس العالم قطر 2022 وكشف ذات المصدر أن انضم متنائي دياز وعدلي إلى منتخب أصود الأطلس أصبح مسألة وقت فقط بعدما نجح المدرب وليد ريقراغي في تدبير ملفيهما في سرية تامة وبات إبراهيم دياز وأمين عدلي الذين يحملان الجنسية المزدوجة مطلبا مهلحا بالنسبة إلى المدرب الريقراغي نظرا لمهارتهم العالية ومستهمتهم في انتصار فريقهما ميلان الإيطالي وليفر كوزن الألمانية سواء في الدور المحلي أو دور أبطال أوروبا قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم إعلامي جزائري بارز يفاجئ المغاربة رغم هزيمة منتخب بلاده بتلاتية لا يصدق الجماهير الجزائرية تفاجئ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة والمدارب الوطني سعيد شيبا بهذه الخطوة الكبيرة كأس إفرقية تحت 17 سنة قرار جديد من اللجنة المنظمة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار